دعا النائب محمد كبار الوزير أشرف ريفي إلى عدم قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري مجدداً مشدداً على أن الحفاظ على الأمانة يقتضي الدفاع عن حامل الأمانة الرئيس سعد الحريري وأشار كبار إلى أن من قتل الرئيس الشهيد قتل حامل أمانته سياسياً عندما أسقطه من رئاسة الحكومة وهو في البيت الأبيض وتم الإعلان عن ذلك الاختيال من على منبر الرابي المشؤوم لافتاً إلى أن التخلي عن الرئيس سعد الحريري ومعاداته هو في ذاته انضمام إلى معسكر قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو بالضبط ما يفعله من يرشح لرئاسة الجمهورية جنرال الرابي صاحب شعار تذكرة الذهاب بلا عودة للرئيس سعد الحريري وتوجه إلى ريفي سائلاً كيف تنضم إلى القتل وأنت تقول إنك تواجههم مضيفاً الوفاء زينة الرجال بل ميزة الرجال فكيف تكون وفياً للرئيس الشهيد وأن تتهاجم بشراسة حامل أمانته الرئيس سعد الحريري وتتحالف سياسياً مع من رشح القاتل السياسي للحريرية ميشيل عون لرئاسة لبنان وأضاف إذا كنت من أهل الأصول كما تدعي فالأصول تقطط الدفاع عن الأصول للتحالف مع الفروع القاتلة ترجمة نانسي قنقر